بكرة الاهلي عنده ماتش امام استر كامبيني في دي مباراة مؤجلة من الاسبوع الاربعتاشر مع العلم طبعا هيلعب من غير الدوليين عندك مجموعة من اللاعبين في الاهلي طبعا موجودين مع المنتخب مصر في كوريا وبالتالي لسه طبعا هيصلوا غدا لكن طبعا مش هيلحقوا يلعبوا المباراة محمد شناوي بقى ياسر باريم كل اللاعبين المتوجدين في المنتخب الوطني في التوقيد ده عمرو السلية كل اللاعبين اللي منضمين من النادي الاهلي وده طبعا كان معلوم ومعروف لدى إدارة النادي الاهلي كابتن سامي قمصان او قبل ما اروح لكابتن سامي قمصان بكرة كابتن ابراهيم نور الدين هو الحكم لهذا اللقاء كابتن نور الدين هو حكم للساحة والكابتن سامير جمال والكابتن احمد توفيق مساعدين والكابتن واقل فرحان حكم للفيديو والكابتن شريف عبدالله حكم فيديو مساعد ده لمباراة الغد مباراة استر كامبين كابتن سامي قمصان اكيد عنده يعني في غياب الدوليين بعض الامور اللي محتاج يزبطها خصوصا في خط الظهر محمد عبدالله مصاب ياسر إبراهيم موجود في المنتخب وبالتالي مين هيلعب هاستمر محمد هاني في قلب الدفاع وفي الجابهة اليومنا هيكون كنين فؤاد جابهة اليسرى محمود وحيد وده الشكل اللي ممكن هيلعب به كابتن سامي قمصان اللي اكيد هيواجه فريق قوي على فكرة استر كامبين يهمه جدا جدا الماتش ده يهمه جدا جدا الماتش ده في ظل طبعا ظروفه فيه جدول الدوري وفي ظل انه هو بيلعب ماتشات قويسة الحقيقة في الماتشات اللي فاتت في الدوري ولكن طبعا الامور بالنسبة له ما بيكسبش او ما بيعحققش نتائج تخرجه بره المنطقة اللي هو فيها وبالتالي في ظل غياب الدوليين هو بيشوفها فرصة في ظل غياب الدوليين للنادي الاهلي بيشوفها فرصة وما يعني سابكم من ماتشات الكاس والشكل اللي ظهر بين النادي الاهلي ماتشات الدوري مختلفة عن ماتشات الكاس في طريقة اللعب وفي الحالة نفسها بالنسبة للعبين وبالتالي كابتن سامق مصان عنده بعض الامور الخاصة بالمراكز منها خط الدفاع زي ما تعرفين طبعا محصفة شبير هو الاقرب او هو اللي موجود كحارس مرمى في ظل غياب علي لطفي للاصابة في ظل طبعا امور ممكن يكون هو كمان تقلق في الماتش الاخير في الماتش المصري بالسل وبالتالي هيستمر كحارس مرمى هو الوحيد اللي موجود في الوقت ده ده الشكل الخاص بالنادي الاهلي غدا وبالتالي بكرة مباراة مهمة بالنسبة للنادي الاهلي اللي يعني بيدور على تلات نقاط مهمين ما بعد طبعا رحيل مسلماني رسميا كالتالي مصان هو اللي بيقود النادي الاهلي ويهمه جدا يستمر النادي الاهلي في ملاحقة نادز مالك لان النادي الاهلي عنده مؤجلات كتير جدا او هو يعني بالنسبة له عدد الماتشات مختلف عن نادز مالك ولو كسبها هيتصدر بطولة الدوري وبالتالي سامي موسان عنده مهمة صعبة جدا ماتش استرن ثم ماتش الزمالك على طول وهو اللي هيقود ايضا نادي الاهلي في ماتش الزمالك طيب يعني زي ما بيقولك بكاتن سامي هو اللي هيقود المباراة مباراة القمة وانا عندي ثقة كبيرة بكاتن سامي ان هو من احد الكوادر اللي موجودة في الكرة المصرية مدرب كوادر جدا مدرب واعد شخصية محترمة قبول عنده والقبول موجودة عند الادارة والناس اللي حوليه واللعابينه وعلاقته جايدة وبالتالي احنا بيقول ان هو كادر ايا كان بقى في الاهلي او اي مكان بيكون موجود لان هو كان مدير فني لحرص الحدود وصعد بحرص الحدود للدوري الممتاز والتالي يعني كل الدعم الكاتن سامي المصرون كمدير فني في الوقت ده عشان هيفيد الكرة المصرية في وقت من الوقت ان شاء الله في الفترة القادمة تذكرت بتعلن طرح تذاكر مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله لهاكون يوم 19 الجاي والتالي طبعا كل الجماهير الاهلي او الزمالي جماهير الاهلي والزمالك يقدروا طبعا يحصلوا على التذاكر في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ان شاء الله المباراة تكون على استاد السلام كما هو مقرر طبعا في الوقت الحالي النجم مسماني يعني المدير الفني السابق له النادي الاهلي قبل ما هيمشي كده يحصل على 750 الف دولار من النادي الاهلي وده مقابل التنازل عن الشرط الجزائي هقولوكوا بقى التفاصيل الـ 570 الف دول دول ايه 450 الف دولار ده شهرين متأخرين له في عقده الجديد بعد التيديد طبعا كان فيه بالنسبة له فيه شهرين اللي هم 450 الف دولار بالإضافة بالمؤلفز بالمركز التالت بكأس العالم وهو راتب شهر بـ 225 الف دولار فضلا عن فارق شهرين بقيمة 75 الف دولار عن عقده القديم ده كان الاتفاقي مع دارة النادي الاهلي العقد القديم والعقد الجديد فيه فارق 75 الف دولار وبالتالي هياخد شهرين بقيمته يعني كان 150 الف دولار وده طبعا بداية من شهر إبريل بالإضافة بقى وده الأهم يعني برضو عشان الناس تبقى مسحصحة كده معنا فيه عمولة لمراته في صفقة بيرسيتاو كشغل يعني ست بقى طبعا كبيرسيتاو هي اللي جابت بيرسيتاو ومن حقها عمولة في انتقال اللعب إلى النادي الاهلي وده شرط من شروطه اللي موجودة للتنازل عن الشرط الجزي يا رجل بقى بياخد مستحقاته كلها مستحقات مراته وشايف إن ده من حقه بس عشان تبقوا يعني الناس تبقى فاهمة ايه أو تفنيتة الفلوس اللي هو جياله من خلال 750 الف دولار منها طبعا عمولة زوجته